بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن في هذا الفيديو أحاول أن أنبه الطلبة إلى أغلب الأخطاء المقترفة في الواجب الثاني لمقياس فيزياء الجسم الصلب 2 كذلك إلى بعض الخطوات الأساسية في الحل التي يجب احترامها مستقبلا لأنها هي التي تظهر مدى استيعاب الطالب للدروز إذن نبدأ إذن قلنا في نص التمرين أننا نعتبر أنه لدينا شبكة مربعة بثابت شبكة حيث تحتوي القاعدة على ثلاث ذرات إذن مثلا تكون لدينا ذرة في الزاوية ذرة في أحد الظلوع ويعني في المنتصف أحد الظلوع والذرة الثالثة أيضا تكون في منتصف أحد الظلوع بحيث يكون لدينا أربع ذرات مشتركة بين أربع مربعات إذن سوف تعطيني ذرة واحدة وذرتين أخرين يعني لهم العدد عددهم هو أربع تكون مشتركة بين مربعين إذن العدد الإجمالي للذرات سوف يكون ثلاث في القاعدة وفرضنا في نص التمرين أن العدد الإجمالي للخلايا الأساسية في الشبكة هو آن إذن أصلا المفروض هو آن وليس آن مربع إذن هنا طلبنا في السؤال الأول كان المطلوب هو تحديد العدد الإجمالي لفروع لأنماط الاحتزاز واستنتاج عدد الصوتية منها والضوئية إذن هنا المطلوب الأول هو الفروع يعني لم أطلب عدد الأنماط وإنما عدد الفروع أي عدد المنحنيات كذلك عندما نحدد يعني عدد المنحنيات ونذكر أيها صوتية أو ضوئية يجب أيضا توضيح أنه فيها مثلا الطولية والمستعرضة يعني لا نكتفي بذكر العدد دون أن نذكر أيضا الصنف هل هو طولي أم مستعرض إذن فيما يخص السؤال الثاني طبعا وعدد الأنماط وهو كما قلت عندما أطلب عدد الفروع فإن كل فرع به عدد آن مثلا من الأنماط بنفس عدد الخلايا الأساسية إذن هنا لم أطلب عدد الأنماط وإنما طلبت عدد الفروع إذن فيما يخص السؤال الثاني كان المطلوب فيه هو تحديد نصف قطر دباي إذن هنا نصف قطر دباي إذن هنا طلبنا أو تحديد نصف قطر دباي أولا باعتبار أن تقريب دباي يعني يطبق على جميع الفروع سواء كانت صوتية أو ضوئية إذن هنا يعني قبل أن نذهب إلى العلاقة الثلاثية ونطبقها يجب أولا أن نبرر عدد القيم المسموحة التي استخدمناها عدد القيم يعني كل القيم المسموحة لشوع الموجة إذا كان استخدمنا عدد الدرات في الشبكة يجب التوضيح لماذا وإذا كنا مثلا في الحالة با إذا استخدمنا عدد الخلايا الأساسية يعني كعلى أساس أنه هو عدد كل القيم المسموحة لشوع الموجة أيضا يجب توضيح لماذا يعني يجب التبرير ولا نضع فقط مباشرة ثلاثة آن أو آن يعني يجب توضيح لماذا إذن ومن ثم يعني قبل ما نضع العلاقة عندما نكتب العلاقة الثلاثية أيضا يجب تعريف مختلف الوسائط التي تظهر فيها مثلا بالنسبة للحد يعني مثلا 2P الكل مربع على S يجب أن نوضح ما هي ذلك الحد على مثلا هو مجال الذي نجد فيه قيمة مسموحة لك لشعاع الموجة بتطبيق الشروط الحدودية الدورية كذلك يجب أن نوضح مثلا بأن P في الكاديم مربع هو مساحة دائرة دوباي وأنها يعني تجتمل على كل قيم المسموحة لشعاع الموجة إذن يجب تعريف وتوضيح أصلا ما هي تلك العلاقة الثلاثية قبل تطبيقها معنى ذلك أن استنتاج عبارة نصف قطر دوباي كادي هو آخر مرحلة فهم إذن يجب الطالب أن يوضح أنه يعني مستوعب كل حد وتلك العلاقة قبل أن يطبقها إذن هنا أشير فقط إلى خطأ يعني وضع واقع فيها بعض الطلبة وهو يعني لتحديد نصف قطر دوباي قاموا بجمع كل الفروع ماذا نقصد بكل الفروع؟ الطولية بالمستعرضة يعني الطولية بما فيها صوتية وضوئية مع المستعرضة بما فيها صوتية وضوئية طبعا وهذا خطأ فادح يعني لتحديد نصف قطر دوباي يجب أن نتعامل مع نفس النوع من الفروع يعني الصوت والضوئي الذي يتبع الصوت الطولي والضوئي الذي يكون معه أو الصوت المستعرض والضوئي الذي يكون معه يعني لا أن نقوم بجمع كل الفروع ونستنتج نصف قطر دوباي إذن هذا الخطأ أيضا إذن وبالنسبة للسؤال الثالث كان بخصوص كثافة الحالات للأنماط يعني هنا أيضا يجب أن نوضح كذلك أن نعرف ماذا تمثل تلك العلاقة الثلاثية التي نستخدمها لاستنتاج كثافة الحالات المسموحة لشوع الموجة وعلى أي أساس يعني كل القيم المسموحة سوف تكون يعني في محيط دائرة دوباي يعني يجب أن نفسر ونوضح كل شيء في تلك العلاقة قبل أن نطبقها كذلك بعد أن نطبق العلاقة مثلا في الحالة ألف أو في الحالة با بعد ما نطبقها أيضا يجب أن نحسب أو نحدد عبارة كثافة الحالات للأنماط الكلية لأننا عندما نطبق العلاقة الثلاثية فإننا سوف نستنجج كثافة الحالات مثلا للأنماط الطولية على حدة أو للأنماط المستعرضة على حدة إذن هنا في الأخير يجب أن نقوم بجمع كثافة الحالات للأنماط الطولية مع كثافة الحالات للأنماط المستعرضة لتحديد كثافة الحالات الكلية إذن هذا يعني في الأغلب الملاحظات فيما يخص الحل الخاص بالواجب الثاني وطبعا هذه الملاحظات يجب أن تأخذوها بعين الاعتبار يعني تحسبا لاختبار المقبل بإذن الله كذلك هنا فقط كان توجد ملاحظة أخرى وهي في تحديد نسب قطر دبي كما قلت يعني نتعامل مع كا دي على أساس الكا دي يكون ثابت وهو نصف قطر دبي أما بالنسبة لكثافة الحالات للألماط فإن الكا الذي نتعامل معه هو الكا كمتغير وليس نصف قطر دبي أيضا من بين الأخطاء التي وقع فيها الطلبة أنهم يستنتجون لإستنتاج كثافة الحالات للألماط يستعملون الكا بالدليل دي يعني كأنه يتعامل مع المتغير على أساس هو نصف قطر دبي وأيضا هذا خطأ إذن هذه في الغالب يعني معظم الملاحظات والأخطاء التي أردت يعني أن أشير إليها وأرجو منكم تجنبها مستقبلا ثم في الآخير أقول لكم يعني أستودعكم الله وإلى الملتقى بإذن الله في أي حصة مقبلة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة